الفنانة شيرين عبدالوهاب بتصدم الجمهور بإطلالتها بحفلها الأخير شيرين عبدالوهاب حديث الجمهور من فترة انفصالها عن حسام حبيب خاصة بعد ما صدمت الجمهور بإحدى الحفلات بعد الانفصال وظهرت بشعر قصير وهي تصدم الجمهور من جديد بإطلالتها بحفلها الأخير بالكويت حيث أحيت الفنانة شيرين حفل في دولة الكويت وسط حضور جماهيري كبير وبكت شيرين عبدالوهاب خلال حفلها بعد تقديمها عدد من الأغاني وسط تصفيق حار من الجمهور وكانت إطلالة شيرين غير متوقعة فأطلت شيرين خلال مهرجان فبراير الكويت بإطلالة بلوك غريب كاجول بالكامل عبارة عن بنتلون جلد واسع وسويت شيرت باللون الأسود وحذاء رياضي أبيض لكن اختارت شيرين الإطلالة على غرار صيحة الأوفرسايز وظهرت في هذا اللوك بوزن زائد عن وزنها الطبيعي ستايل الإطلالة كان غير مناسب مع ستايل إطلالات السهرات اللي اعتادت الظهور فيها خلال الحفلات فكانت شيرين بالتابع أبرز وأحدى الصيحات الموضة واعتاد الجمهور منها على الأناقة والظهور بالتصميمات الأنيقة سواء بالحفلات أو خلال ظهورها في اللقاءات والبرامج التلفزيونية وتلك الإطلالة غير المتوقعة كشفت عن حالة شيرين اللي بتمر فيها فيبدو أنها بتعيش فترة عاصبة أثر انفصالها عن الفنان حسام حبيب وخلال الحفل وجهت شيرين رسالة للجمهور أعربت فيها عن اجتياقها لإلهم وحكت وحشتوني حبيب قلبي الدنيا من غيرك وحشة وإنتو أغلى الناس أعلق الفنان عمرو أديب على بكاء الفنانة شيرين عبدالوهاب على المسرح وحكى عمرو أديب خلال تقديمه برنامجه على قناة الام بي سي مصر شيرين ظهرت على المسرح بشكل مختلف مرتدية ملابس مختلفة وتعرضت للبكاء أكثر من مرة وأضاف عمرو أديب أنه لو هناك عشر مطربات في العالم مهمين شيرين عبدالوهاب وأحد منهم وكان آخر لقاء تلفزيوني ظهرت فيه شيرين مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة واستحبت بناتها في هذا اللقاء اشتركوا في القناة